المشكلة الثانية وهي الأدهى والأمر أنها لا تثبت يعني إحنا عايشين في كذبة ثم أنت كشخص غيرك كشخص بده يعيش في هذا الوهم ما عندي مشكلة أنا أنت تستطيعين أن تعيشي تمارسي صلاتك صيامك كذا حتى وإن كنت تعتقدين أن هذا الشيء لا يضر بالجسمك وكذا ما عندي مشكلة لأنه في النهاية تأثيره راجع إلى نفسك أنا ما يمكن أن أدخل في دائرة شخصية لأي أحد الإشكالية وين هي الإشكالية أنه إحنا نأتي اليوم علماء المسلمين الفقاهاء الذين يقومون بتمثيل الإسلام وتعليمه من الجامعات وكليات الشريعة والحوزات والأزهر وغيرها وكبار العلماء وصغارهم هؤلاء الناس يصدرون لنا تراث هذا التراث دمر أخلاق هذه الأمة دمر إنسانيتها أصبح عندنا الضرب القتل الاعتداء العنصرية التنمر الخرافات الحياة اللا أخلاقية اللا إنسانية هي الأساس في تعاملنا وسلوكياتنا الاجتماعية وليس المحبة والتعاطف والاحترام واحترام الخصوصية وحرية التعبير لهذه الإشكالية في رأيي ليس الإشكالية أنك تصلين أو لا تصلين ثم أنا أريد كذلك أرجع إلى النقطة التي ذكرتها في البداية هل أنا أناقش؟ ليش أناقش هذول الناس؟ أنا عن نفسي ما بناقش أنا بالعاقس كثير من هذول الناس اللي براهم ما بشوفهم ما مش موهلين للنقاج بنزلهم بعض الناس مثل أخونا في البداية أنا بشوف عنده طاقة سلبية بده كذا لا أنا أجلس معه ما عندي مشكلة أعزم عليه على نفسي خلي يسيبني شوية خلي يرتاح هذا الجزء من السلوك الإنساني مع إخواني البشارة سواء مسلمين أو غير مسلمين بحتويهم وبتعاطف معاهم وبستوعبهم ولكن الإشكالية مش هونة الإشكالية في ناس بدها تتفزدك علينا تطلع لا والله أنت كذاب يا عمي مش كذاب أنت اللي طالب عني تحالي هذا وقرانك تثبت لي أنه صحيح أنه في عنده سند واحد النبي محمد ما عندك فلا تجي تقول كذاب عرفت كذا ورغم هذا إحنا ما بنطاول على الناس اللي بده يناقش بعلم بده عنده علم بده عنده قدرة علمية عنده قدرة ثقافية خلي يجي يناقض هل تعتقدين أن الشيخ من هذول المشايخ المتفزدكين اللي بيطلعون في التلفاز رح يجي يناقشني بسند القرآن يناقشني بهذه الأمور ما يطلع ليش لأنه هو أصلا عايش على هذا الكلام كيف رح يطلع ويبين للناس الكذبة التي هو يروج لها أمام الناس لأنه ما يقدر يثبت هذا الكلام ما حدا رح يطلع يناقشك بهذا الكلام ما حدا هو عايش هو يقتات على الدين يقتات مادية تأييد الناس له كذا وكذلك كثرة محمد صالح هذا هو سند القرآن بهذا وبهت الذي كفر على الطريقة القرآنية ما يوجد هذا الكلام أصلا ما مفيش هذا الكلام لذلك المسلمون اليوم من مشارق الأرض ومغاربها كلهم بدون استثناء لما نأتي نتكلم عن الثبوتية القرآن اللي هو أهم حاجة في الإسلام الإسلام كله على جنب والقرآن على جنب لأنه كل الأمور الثانية ويقول لك تفسيرات وكذا إلا القرآن ما يقدر يطعن في الصحية عرفتك كيف